مرحبا برج القوس اهلا فيك في قراءتك اللي عاطل قراءة رح تنطبق على الطالع والشمس وايضا القمري عزيزي برج القوس هالمرة رح يسوي القراءة بطريقة واسلوب المرايا انت على هاي الجانب الحبيب او الشريك على الجانب المقابل ولكن اذا حسيت ان الجانب الاخر اللي هو هني ينطبق اكثر على وضعك مع الشريك فاعكس القراءة بما يناسب وضعك اول شي رح ابتدي بطاقتك الحالية الطاقة العامة والمتفرعة طاقتك العامة هني والطاقة اللي رح يتفرع منها الموضوع بينك وبين شريكك ونشوف الحين طاقة الشريك الطاقة العامة للشريك والطاقة المتفرعة عزيزي برج القوس طاقتك الرئيسية هو البرج كرت برج العقرب البرج تغيير شامل مو دائما الناس يفكرون يشوفون البرج يفكرون تغيير سلبي بالعكس هذا النوع من التغيير هو اللي يخليك تقفز عشر خطوات عشر درجات عشان تصل الى مرادك بالعادة احنا نفكر مثلا او مخططين اننا راح نمشي خطوة بخطوة ولكن في تغييرات مفاجئة يمكن تكون حتى بالنسبة لنا احنا نشوفها كنقمة ولكن هي حقيقة النعمة تغييرات راح تهز اسلوبك مع الشريك في الفترة القادمة اشوف في تغيير شامل في اسلوب وطريقة تعامل برج القوس مع الشريكة خلا نشوف شريكك عند خمسة السيوف تغييرك المفاجئ راح يشتت ويخربط ويكركب بعد طريقة تعامل شريكك معاك راح يكون ملخبط معارف اشلون يتعامل معاك لانه بسبب هاي التغيير الشامل ممكن انك مثلا بالعادة دائما كن طيب وحبوب وتتنازل مع الشريك وتحرص ان الامور تمشي بينكم مهما كانت صعبة في الفترة القادمة بالعكس راح تضرب بريك وتقول لا من يوم رايح تب تسوي شيء انت لازم تسويه شريكي او ممكن يكون العكس اذا انت مثلا كنت سابقا اناني وكن دائما تطلب من الشريك ان اهو اللي يعبر اهو اللي يثبت فراح في الفترة القادمة تكون انت المعطاء اشوف انه في شيء في حدث مهم احتمال انك سمعت تجربة اخرين سمعت حكمة من فم شخص ناجح ايضا في علاقته اهي اللي راح تاخذها تحط عينك عليها وتاخذها كدرس والطبقة تبتدي الطبقة بحياتك ولكن شريكك شوية هنيكا انما مصدوم بنوعية التغيير اللي قاعد تدخلها على تعاملك معه طاقتك الفرعية هذا الشيء طبعا بعيد عن طاقتك طاقة فارس الارض فارس الخماسيات بالعادة برج القوس من اكثر الابراج عفوية وايد عفوي وايد يتصرف على طبيعته ولكن قلت لك في شيء حدث او سيحدث في الفترة القادمة ابدا مش شيء سلبي بالعكس شيء يسبب مثل الصدمة او تغيير شامل هني الى طريقة تفكيرك وتصرفك المعتادة راح تبتدي تحسب احساب كل ملي من تصرفاتك تحسب احساب اذا انا عطيت الشريك شذيه شنون راح على اي نتيجة راح احصل معه راح تبتدي هني راح تصير حذر اكثر في تعاملك معه حذر حتى شنون تأثر انت عليه اذا مثلا تبت علمته بالدربة انه اهو اللي بادر انه اهو اللي يقوم من نفسه ويتصرف على التصرفات اللي انت بيها راح تبتدي عنده هني في طاقة الارشاد الحذر طاقة التوجيه ستة السيوف اوكي وشريكك راح يتبعك لان ستة السيوف الكارت هذا يعني الانتقال من مرحلة صعبة الى مرحلة اسهل بالضبط لما يكون شريكك هو نفسه يحس نفسه محتاج الى الهام منك انت انت تراوي الطريق انت اللي تبتدي اتمحد للطريق شلون تبين نتعامل مع بعض شلون تبين حين احنا واجهنا مثلين عقبة شلون نتعامل مع الوضع شنو استراتيجيتنا القادمة شنو خطتك الشريك يتطلع اليك هني صح هو في البداية ينصدم شوية من تغييرات المفاجئة اللي راح تصير كأنما على شخصيتك ولكن في النهاية راح بالعكس تكون انتهني بمثابة شوف الفرصان هم دائما اللي يهرعون الى المساعدة تكون بمثابة القدوة له تصرفاتك يا عزيزي يا برج القوس هي القدوة اللي راح تكون تقييد او تلهم شريكك انه يتبعك يتبعك في الطاقة يتبعك في التصرفات يمكن انت هنا تحاول مثلا تعلم شريكك انه يكون اكثر حذرا مع الاموال يوفر اكثر يصرف اقل انت اللي قاعد اتمهيد الطريق او قاعد مثلا تبعك بالعكس اتخلي يصرف اكثر او يكون كريم اكثر يبادر يبتدي يسوي اشياء من نفسه عشانك هي طاقة انا اخذ بيدك واعلمك ايضا في ابراج وايد كانت عندهم هاي الطاقة اليوم انه هم اللي يبتدون يرشدون شريكهم الى بدل ما يظلون في طاقة التدمر وانا مش عاجبني طريقة التصرفه معاي بالعكس يبتدون اعلمونا اعلمونا مثلا اذا تب شخص يشتري عشانك اشياء مو شرط اني دائما اعطي اوامر او اعطي تعليمات لا هذي الطاقة اكثر ذكا طاقة انا ابتدي اعطيك اشياء بسيطة عشان انت تفهم انه لازم تعطيني اشياء اكبر ابتدي ابادر ادخل بيتكم مثلا عندي في يدي صحن حلاوة عشان انت تفهم ان المعاملة بالمثل اوكي واكرام الكريم يكرمك بالعكس لازم تزيد يا شريكي انا اعطتك شي بسيط انت لازم تزيد درقة باكية في التعامل يا برج القوس اشوف هنا بالعكس شركك رح يكون جدا متفاعل معاك ويتبعك على اي خطوة انت تخطو وعلى اي نغمة انت تعزف رح يتبعك هنا الطاقة اللي بعدها الاحمق او المشاغب الكارث رقم صفر وشركك عنده ملك الاكوال يا برج القوس في شي انت رح تحتفظ فيه حتى في خضم كل هاي التغيرات في شي رح تظل متمسك فيه وحتى لو هذا الكارث قاعد يراوينا ان الشخص مو متعلق باي اشياء رح تتمسك في طبيعتك ترى العفوية بالعكس الدرسي هني اللي رح تتعلمه وراح تطبقى لدرجة ان تنسى من انت كبرج القوس تنهي طبيعتك لا طبيعتك رح تاخذها معاك العفوية ولكن رح تاخذها داخل العلاقة مع شخص يفهمك كأنما انت هني كنت عفوي مع الكل واكتشفت الدرس المؤلم بطريقة مؤلمة انه مو الكل نواياهم حسنة مثل ما انت تفكرهم في ناس يأخذون كلامك وتصرفاتك ويحرفونها على كيفهم ليش لانا عندنا رقم صفر اي رقم ثاني نقدر نضيفه على رقم رقم صفر وراح يطلع لدنا رقم مختلف يحرفون كلام على كيفهم يغيرون فيه على كيفهم لان انت طبيعي لان انت عفوي لان انت صادق مو من الابراج المنافقة تتصرف نعم بجموح ولكن هذي طبيعتك هني كأنما يقول لك او الرسالة لك ان احرص ان هاي طبيعتك تريها للاشخاص وخصوصا شريكك اللي يكون اللي تحس انه راح دائما يأخذها بحسن نية شريكك من هذلين الاشخاص اللي تقدر تكون على طبيعتك معاهم ولكن مو الكل لا تؤمن ولا تفترض ان الكل عندهم نفس حسن النية بالعكس فيه ناس يصطادون في الماء العكر فيه ناس يتصيدون عليك الغلطة يبحثون عن هفوة او تصرف بطريقة عفوية عشان يعتدون عليك عندنا كارت البرج صدمة كلام راح يأتيك ناس يفترون عليك ان برج القوس قال وفعل او حتى درس مؤلم ولكن شريكك راح يظلم للاشخاص اللي تعتمد عليهم وتقدر لمستوى ما تكون على طبيعتك معا احب طبيعتك ولكن هنا كأنه مؤهوك نفس الوقت قاعد يقول لك هاي التصرفات اللي احنا متعودين عليها العفوية الضحك ان احنا ما نجامل خلها معاي انا بس لان انا اقدر افهمك ولكن مو الكل ما تكون مع الكل خصوصية للعلاقة اخر كارت عندنا الكوب الاول الكوب الاول يأتي من ملك الاكواب احتمال انك هي برج القوس عندنا هنا كارت برج العقرب طاقة مائية وايضا طاقة هوائية المائية ممكن تكون عقرب سرطان حوت الهوائية ميزان دلو جوزاء احس ويدي هنا في طاقة الميزان لان اشوف طاقة هادئة معتدلة وايضا جوزاء انزل الكوب هادئة راح يأتيك من من؟ من ملك الاكواب راح يأتيك عرض منا انتي هنا في اللحظة اللي تحس انك مو قتلك نعمة ولكن تأتيك على شكل نقمة في اللحظة اللي تحس ان ابتديت تخسر فيها كل شيء او خلاص الوضع خرج عن السيطرة لان هذا الكارت يمثل سقوط البرج والفوضى راح بالعكس من بعد هاي المرحلة راح تأتيك النعم راح يأتيك عرض من الشريك سواء عرض حب عرض زواج عرض كلمة مثل انا اختارك او كلمة مثل ان يكون واضح فيها في مشاعره تجاهك يوضح لك الامور يلتزم فيها معاك هذه كلمة اللي عبارة تكون مثل الوعد كلمة الالتزام اشوفها ترسلك من جانب شريكك وشريكك عنده فارس النار كانما قاعد يقول لك هني اهوى ملك الاكواب مو شرط انه برج مائي لا ابدا اي شخص ممكن يحصل على هاي الطاقة ولكن هذا اهوى هني شريكك معجب وان كان اهوى بالعادة وايد تصرف برسمية اكثر منك ولكن جدا معجب بطريقتك العفوية وهذا هي طبيعة كنت برج القوس فكأنما التغيير اللي تمر فيه رح يكون فقط على مستوى تعاملك مع الاخرين ولكن مع شريك بالعكس من الامور اللي جدا تجذبه فيك طاقتك النارية طاقة الجموح مثل ما نقول فيه حصان وفيه حصان بري هذا هي طاقة برج القوس الحصان البري اللي لحد الان ما ما يحاول حتى يتحكم في طبيعته جماله طبيعي تصرفاته طبيعية شريكك جدا رح يكون يبحث حتى عن هاذ الطاقة فيك في الفترة القادمة خلاسوك سلون رح يطور الوضع بينكم بحلول نهاية الشهر هاذا كارت لك وكارت عشان الشريك طبعا مادر اذا شفتوا الكارت لانه انقلب من شوي البرج مرة اخرى لايف اكسبرينس هو كارت البرج هنا البرج مرة اخوى مرة اخرى وشريكك عنده سبعة السيوف برج القوس في شي لازم تنتبه له في اخر اسبوعين او على اخر هذا الشهر شريكك قلت لك رح يوضح معاك امور كأنما رح يقف ويقول لك في اسلوب احنا قاعدين نتبعه ما ينفع مع الناس اما اسلوب الطيبة المضالغ فيها اما اسلوب العطاء بلا حدود اما اسلوب مثلا ان نعطي الناس اموال ووقت ونعطيهم اسرار ممنثق فيهم على الفاضي رح اقول لك محتاجين غموض اكثر طاقة الاستخباء والتستر هنا هذه المبادرة مبادرة تخلى نكون شوي غامضين ومبتعدين عن الناس نعيشنا عن مغامراتنا الخاصة يا حبيبي ولكن بعيد عنهم لانهم ما يفهموننا ما يفهمون اعجابي فيك وما يفهمون طبيعتك طاقة شوي خلنا نبتعد عنهم هذا المكان مو مكاننا نحن لسنا مرحب فينا في هذا المكان بعد الان يمكن اذا انتو مثلا تساكنين في بيت اهلا رح يشجعك او يقترح عليك شريكك اننا تطلعون لشقة او لبيت تكونون في لوحتكم ان تغيروه مثلا الجامعة نوع من الانتقال ان مثلا امام الناس يا برج القوس لا تكلمني ولا تفكر اسمي ما ابي عين الناس لان هذا ايضا كرت الحسد ما ابي عين الناس الضل تؤثر علينا وهذا هي النصيحة لك يا برج القوس حتى واذا ما اتت المبادرة من شريكك العيون قاعدة تصير عليك بما ان طبيعتك وايد عفوية مشاغبة جميلة ولكن قاعدة تأتي لك بانتباه او اهتمام انت ما تحتاجه اهتمام الحسد واهتمام العذار والحاسدين فاحذر يا عزيزي برج القوس من هاي الناس وخلك غامض وخفي مع شريكك في الفترة القادمة هذه كانت قراءتكم العاطفية في اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى